اهلا بكم الى الظهيرة من الميادين وفي عنوينها لليوم قوات الاحتلال تواصل محاصرة مدينة اريحة في الضفة الغربية وترفع حالة التاهب بسبب مخاوف من التصعيد القوات الروسية تحكم سيطرة النارية على مدينة بخموت الاستراتيجية وتتهم واشنطن بتخطيط لاستخدام مواد كيميائية في اوكرانيا ايران تطلق المرحلة الاولى والاساسية لمناورات الدفاع الجوي لأداء مهام الرد السريع تحت اسم المدافعون عن سماء الولاية النائب العام السعودي يطالب باعدام عشرة قضاة سابقين بتهمة الخيانة العظمى وفي الظاهرة ايضا موجز اقتصادي والزميلة لسار كرام مرحبا بك لسار مرحبا احمد في موجز الاقتصاد في الظاهرة العملة اللبنانية تسجل انخفاضا جديدا وتكسر حاجز ثمانية وثمانين الف ليرة في مقابل الدولار في السوق الموازية واسعار المحروقات تسجل ارتفاعا قياسيا هذه العنوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في النشرة ولكن نبدأ أولا ألا بالملفات السياسية ونستهل النشرة أحمد من فلسطين المحتلة حيث ولليوم الثاني تواصل قوات الاحتلال فرض طوق أمني على مداخل مدينة أريحة ومخارجها في الضفات الغربية وفيما نشرت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية وكثفت من قواتها في محيط مدينة أريحة قامت بعمليات تفتيش بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي نفذت مساء يوم الاثنين وأصفرت عن مقتل مستوطن يحمل الجنسية الأمريكية ويخدم في جيش الاحتلال ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب القصوى بسبب الخوف من مزيد من التصايد صفر معتقلين من المستوطنين هو حصيلة ليلة الأحد الدامية التي اعتد فيها مئات المستوطنين على بلدة حوارة ما يطرح كثيرا من علامات الاستفهام بشأن تآمري بل وحتى تورط الجهات الأمنية الإسرائيلية في تماد المستوطنين الذين استباحوا القرية على مدى ساعات طويلة قبل أن تصل أول كتيبة تعزيزات إلى المنطقة لا يوجد أي سيناريو في العالم لا يلاحظ فيه الشباك والجيش أن هناك أربعمائة شخص يتجمعون ويجرون اتصالات وهم بحاجة إلى مواصلات قبل التوجه إلى حوارة وبعد ولا يوجد معتقل واحد حتى الآن لنتخيل سيناريو فيه أربعمائة فلسطيني يقتحمون مستوطنة ويفعلون أمرا كهذا ماذا كان سيحصل رأينا مثري الشغبي وعلمنا أنهم يهود وفي طريقهم نحو حوارة التقوا سيارات تابعة للشرطة والجيش وأحدهم قال لهم أصدقائي حافظوا على أنفسكم وكان واضحا للجميع أنهم على وشك الدخول إلى القرية وفي اللحظة التي هاجموا فيها المنازل والسكان بداخلها رأينا حرائق وكل هذا جرى من تحت أنفي قوات الجيش الذين يجتازون هذا المسار ولم يخرج أحد من السيارة لإيقافهم دواجية المعايير أوضح من أن تشرح فيما تعامل السياسيين مع الاعتداءات على حوارة كان دافعا أساسيا وراء تماد المستوطنين في اعتداءاتهم على الفلسطينيين قراءة تغريدة نتنياهو ولم أرى كلمة مثري أعمال الشغب أو خارجين عن القانون أو فوضويين أيضا الوزير سموتريتش الذي وجه تحية للمستوطنين ودع عليك لنائب المجلس الإقليمي شوم رون الذي قال إنه يجب إحراق قرية حوارة تلاوة المستوطنين صلوات يهودية أمام منازل الفلسطينيين وهي تحترق والمشاهد التي وثقتها عدسات التصوير لم تترك مجالا للشك بأن الجيش الإسرائيلي إذا لم يكن متواطئا فهو غضت ترفع عنهم وهو ما تؤكده المعطيات التي تكشف أن 93% من ملفات اعتداء المستوطنين على فلسطينيين أغلقت من دون اتهام أحد إلى ذلك اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف كانت تنقل طفلة فلسطينية إلى المستشفى بينما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيسوية شرقية القدس وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن المستوطنين اعتدوا على سيارة إسعاف مستشفى الجينين الحكومي أثناء مرورها من ساترة وصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين زجاج السيارة من جهة ثانية هدمت القوات الإسرائيلية أحد المنازل في بلدة العيسوية شرقية مدينة القدس بعد اقتحامها ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام ناصر أهلا ومرحبا بك نسأل بداية كيف هي الأوضاع في حوارة وأريحة تحت الحصار وهل يمكن القول أن محاصرة البلدات كما جرى في شعب فاط في نابلس في جينين باتت استراتيجية يعتمدها الاحتلال هيها باتت تخبط على بعد أن فقدت إسرائيل لعنصر المبادرة وأصبحت تتلقى الضربات وأثبتت الأيام أن الانتفاضة تعلمت من ذاتها من أهداف سهلة للاحتلال فيها لهم قامت بمطاردة الاحتلال فأصبح الاحتلال هو المطارد الآن وهو الذي يسعى للدفاع عن نفسه أمام هذا العجز تلجأ سلطات الاحتلال إلى إجراءات إنسانية أصلا ومرفوضة من القانون الدولي بينها احتجاز مئات ألاف السكان من خلال الحصار وهو احتجاز غير شرعي وعقوبات جماعية لإغلاق الطرقات حتى الطرق الترابية ألقت فيها مسامير لإعطاء المركبات التي تتحاول لجوء إليها وتستغل الوقت بحجة أنها تبحث عن المنفذي العملي اللجوء للعقوبات الجماعية لم يوقف أيضا جرائم الاغتيال وجرائم المطاردة والملاحقة ما نشهده هو انتقال الانتفاض من الدفاع عن المدن إلى الهجوم عبر الطرقات العنصرية التي يسلكها المساوقين وهذا أربك الاحتلال هو اليوم نسمع عبر إذاعتهم عبر وسائل الإعلام جنون كلام جنون غدا سيعرضون قانون إعدام الأسرع على الكنيسة يبحثون عن أي شيء ننزل الألم بالفلسطينيين من أجل تعويض نفسي مدينة ناصر ماذا عن باقي مناطق الضفة هل بات واضحا أن المستوطنين قتلوا اجتماع العقبة أو قمة العقبة في مهدها؟ واضح أن إسرائيل قتلت اجتماع قمة العقبة وقتلت أي وساطة مصرية واردنية وأمريكية وقتلت أي كبول فلسطيني واليوم هجوم كبير من جانب الإعلام العبري ومسؤولين أمني الإسرائيليين على حسين الشيخ الذي كان في العقبة لأنه قال أنه كثير من المناثلين العمليات حركة فتح وتم اتهم حركة فتح بأنها شريكة أساسي في هذه الفلسطة إذن نحن أمام انتفاضة سيدة نفسها لا أحد يستطيع أن يقول بأنها تتحرك من جهة ولا تتحرك من جهة ليست انتفاضة ريموت وإنما غضب شعبي كل الاحتلال وكل أمن وكل كاميرات لا يستطيع التنبع بالعملية القادمة العنواء القادم أختم كلامي ألا العنواء القادم هو ما هي العملية القادمة وعين ستضرب هذه الكلايا التي حملت روحها على كفة وخرجت إلى شوارع البحر عند المستوطنات تلاحق المستوطنين وتقتلهم اليوم تصابق إسرائيل الزمن لمنع العملية القادمة هل من هنا تأتي أم من هنا تأتي مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة نصر الحام كل الشكر لك كشف عضو المكتب السياسي في حركة الجاد الإسلامي خالد البطش أن الحركة تشكل كتائبة في المناطق الجاهزة للقتال في الضفة الغربية وأكد البطش خلال مشاركته في برنامج المشهدية على شاشة الميادين أن عمليات المقاومة مستمرة وأن العدو سيدفع ثمن كل جرائمه وعلى المحتاج يفهم أن الضربة بضربة وأن الشهيد سيخلفه قائد مجاهد جديد وبالتالي لا خيارات أمامنا سوى المقاومة هذا المطلوب مننا نسل المشهدية المحتل هذا المطلوب أن عندما يتق المحتل علينا النار ويحرق بيوتنا أن نواجهه بالحجارة فقط أو أن نصبح أدوات طائعة بيد المحتل وأعوانه هذا كلام غير ممكن لذلك نعلم أن نتمسك بحقنا في المقاومة وفي مقاتلة العدو وعلى العدو أن يفهم أن الضربة بدربة والطلقة بطلقة وأنه بإمكان المقاومة اليوم أن تمارس هذا الدور دون أي عوايق رغم كل اتفاقيات الأمنية الهزيلة التي أريد منها أن تني حالة المقاومة في الضفة الغربية حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمهد لطرح قانون جديد يهدف إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين في وقت تواصل ممارساتها الانتقامية ضدهم أنا محميد والتفاصيل تتصاعد ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين في محورها تستهدف الحركة الأسيرة التي تشن الحكومة الإسرائيلية ضدها حرباً واسعة بحزمة تشريعات وإجراءات للنيل من مناضلها في داخل السجون ومن تحرر من قيود الأسر أيضاً منازل الأسرى المحررين في القدس المحتلة تحولت إلى أهداف لقوات الاحتلال في الأيام الأخيرة حملات دهم وملاحقة غايتها تجريدهم من أموالهم وأملاكهم اللي صار عنا مبارح يقتح من قوات الاحتلال بحجة البحث عن أموال أو عن أي شيء له قيمة بحجة الحجز اللي يحطوه عليه وعلى ابني لأنه ابني كان يطلقى مخصصات أسرى كرات بأسير اليوم سياراتنا محجز عليهم سيارتين لحسابات البنكية أي شيء له قيمة بحجز عليه لحتى نبلغ أن ندفع المية وطلتعشر لألف شكل بتحس أنه عقاب جماعي للمقدسيين وبحاولوا يفرغوا القدس من أهلها من سكانها فيما صدق الكنيسة الإسرائيلي أخيراً على قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين الذين يتلقون مخصصات من قبل السلطة الفلسطينية تمهد الحكومة إلى طرح قانون جديد ينزل عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين حوالي 160 مقدسي استهدفوا في هذا القرار 24 أسير منهم داخل السجون وحوالي 55 أسير محرر إضافة لكل أسير محرر أو أسير والده أو والدته أو زوجته بحجة أنهم حصلوا على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية واعتبروا أن هذه المخصصات هي أموال تدعم الإرهاب فأعطوا نفسهم الحق في مصادرتها منذ أسبوعين يواصل الأسرى الفلسطينيون خطوات العصيان استعداداً للإضراب عن الطعام رفضاً لإجراءات الاحتلال التعسفية الأخيرة كحرمانهم الخبز الطازجة والحمامة وممارسة الرياضة إضافة إلى تقليص وقت الخروج إلى ساحة السجن ومصادرة أغراضهم وعمليات العزل والاقتحام العنيفة فضلاً عن عمليات نقل الأسرى الانتقامية هنأم حميد القدس المحتلة الميادين أعلن المتحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية سقوط طائرة مسيرة بالقرب من محطة لتوزيع الغاز بمقاطعة موسكو من دون وقوع إصابات أو أضرار إلى ذلك أقرت ألاء القيادة الأوكرانية بأن الوضع أصبح بالغ الصعوبة في مدينة بخموت الاستراتيجية الشرقية البلاد بعدما طوقتها القوات الروسية في المقابل أكدت قوات جمهورية دانياس كان جميع الطرق المؤدية إلى بخموت أصبحت تحت سيطرة النارية مجموعة فاغنا الروسية الخاصة كانت أعلنت في وقت سابق أن مقاتلها سيطروا على مزيد من المناطق شمالية بخموت حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن واشنطن تخطط لتنفيذ السفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة وكشفت الوزارة أن غطارا وصل إلى كراماتورسك في العاشر من الشهر الحالي كان يحمل شحنة مواد كيميائية وكان برفقته مجموعة من الأجانب فأضفت أن الولايات المتحدة تحبل القيامة باستفزازات واسعة النطاق في أوكرانيا باستخدام مؤثرات سامة قاتلة الوزارة تؤكدت أنه سيتم تحديد الجونات الحقيقيين ومعاقبتهم في حال حدوث استفزاز من قبل الغرب باستخدام مواد كيميائية سامة المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف أكد أن حلف النيتو مشارك في النزاع الأوكراني بحكم الأمر الواقع وشدد على أنه لم يعد يتصرف كخصم بل كعدب لروسيا وخلال مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية وفي سياق تعليق روسيا لمشاركتها في معاهدة ستارت أشار بيسكوف إلى أن الوضع بالنسبة إلى موسكو قد تغير بشكل كبير مقارنة بالوقت الذي تم فيه اعتماد هذه الوثيقة كما لفت إلى أن استخبارات النيتو تعمل ضد روسيا على مدار الساعة أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا أن كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أن العقوبات أداة فاشلة زخروفا وصفت الاتحاد الأوروبي بالمفتون بالأفكار المتغطرسة توجه روسيا مضيفة أن الاتحاد كان مخطئا في كل التنبؤات حول عواقب العقوبات حققت شركات الطيران في آسيا الوسطى أرباحا قياسية في العام الماضي نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو عبدالله ظاهر والتفاصيل أهلا بكم استفادت شركات الطيران في دول آسيا الوسطى من الحرب في أكرانيا وحققت أرباحا قياسية غير مسبوقة فأغلاق المجال الجوي الروسي أدى إلى تحويل وجهة الرحلات إلى هذه الدول من عكس على قطاع السفر والطيراء تحقيق الأرباح من هنا قبلته خسائر من هناك فمثلا اضطرت شركات الطيران الأوروبية المتجهة إلى اليابان للتحليق حول روسيا عبر كازاخستان ومنغوليا في رحلة تستارق 14 ساعة بين باريس وتوكيو وللسبب نفسه أوقفت شركة Virgin Atlantic الأبريطانية رحلاتها إلى هونغ كونغ فقدرت خسائر الشركات أسبوعيا ب37 مليون دولار أسباكستان أكثر الدول استفادة فكانت خط طيران بديل عن الأجواء الروسية حيث ارتفعت الرحلات الجوية بينها وبين عدد من الدول الأوروبية بنسبة 106% عام 2019 قبل أن تصل إلى 36% في العام الماضي أحد الحلول ما حاولت شركة الطيران الفنلندية القيام به من خلال بناء مركز في هلسانكي يربط شرقي آسيا بأوروبا وأمريكا لكنها واجهت صعوبات في الرحلات الجوية إلى اليابان الصين وكوريا التي تستغرق إلى توكيو مثلا 13 ساعة بدلا من 9 ساعات ونصف إضافة إلى ارتفاع تكليف الوقود ما يعرضها لخسائر مالية شركات لم تفرض دولها عقوبات على روسيا واحتفظت بإمكانية الوصول إلى مجالها الجوي وأبرزها شركة طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية فيما استفادت خطوط الطيران الهندية مثلا برحلات إلى أمريكا وكندا أقل بساعة ونصف عن الطيران الكندي ويونيتد إيرلاينز وبتكلفة أقل بلغت 9000 دولار وبسبب النطاق الجغرافي لروسيا كانت الرحلات الجوية لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم تمر عبر المجال الجوي الروسي كل يوم حيث يمر من بريطانيا وحدها نحو 12 رحلة في الطريق إلى هونغ كونغ والهند وهو ما يعد انعكاسا للجغرافيا السياسية الروسية أطلق حلف شمال الأطلسي مناورات بحرية في جزيرة سقلية الإيطالية بمشاركة تسع دول من بينها تركيا القوات البحرية للحلف ذكرت في بيان أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة فيما يخص الحروب البحرية وتقديم دورات في ظروف الحرب القاسية ويشارك في المناورات إلى جانب تركيا كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة رأس السفينتان حربيتان إيرانيتان في ميناء ريو دي جانيرو بلبرازيل بعد تصريح الحكومة البرازيلية لهم بذلك رغم الضغوط الأمريكية لمن أرسوهما وأعطى نائب رئيس أركان البحرية البرازيلية موافقته على رسو السفينتين الحربيتين آيرس ماكران وآيرس دينا في المدة ما بين السادس والعشرين من شباط فبراير والرابع من آذار مارس وفي إيران انطلقت المرحلة الأولى والأساسية للمناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الإيراني المدافعون عن سماء الولاية ألف وأربعمائة وواحد المتحدث باسم مناورات الدفاع الجوية العميد عباس فرج بور علم داري قال إن المناورات بدأت بمشاركة وحدات ومنظومات الدفاع الجوي المختارة وقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة والقوات الجوية للجيش تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي علم داري أضاف أن المناورات تجري لأداء مهام الرد السريع عبر مراعاة مبادئ السرية التامة وتعقيبا على موضوع المناورات ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران مرأس الميدين أحمد البحراني مرحبا بك أحمد هذه المناورات الجوية أو هذه المناورات المختصة بالدفاع الجوي تأتي بعد أسابيع على ما تعرضت له أصفهان من هجوم بطائرات مسيرة هل يمكن أن نربط الأمرين ببعضهما ومأهمية انعقاد هذه المناورات في هذا الوقت تحديدا نعم أحمد طبعا يمكن أيضا ربط هذه المناورات والأسلحة التي يتم الكشف عنها وإزاحة الستار عنها في هذه المناورات بكل الأحداث الأقليمية طبعا لا بد من الإشارة لأن هذه المناورات تجرى حقيقة كل عام أيضا تقام من قلال القوات الجوية والقوات الجو فضائية تابعة لحرس الثورة والجيش الإيراني على مساحة أكثر من مليون كيلومتر من مساحة إيران أي ثلث المساحة الإيرانية لكن هناك جملة من الميزات والخصاص التي ميزت المناورات هذا العام وهناك من يقول بأن هذه المناورات كانت الأهم مقارنة بالمناورات التي نفذتها أو أجرتها القوات المسلحة الإيرانية خلال السنوات الماضية لكن لماذا لعدة أسباب أولا لأنه تم الكشف لأول مرة عن قواعد عسكرية عفوا تحت الأرض تضم المضادات الجوية لحرس الثورة لسيما المضادات الثالث من خرداد وأيضا الخامس عشر من خرداد التابعة للجيش الإيراني وباقي منظومات الدفاع الجوي تقوم المضادات الجوية وعند تعرض البلاد لأي خطر لأي هجوم عسكري بالخروج من هذه القواعد تحت الأرض تقوم بتنفيذ عملياتها ترد على الأهداف على الصواريخ أو المقاتلات أو المسيرات التابعة للعدو ثم تعود بسرعة قياسية وقصوى إلى داخل مخابيها تحت الأرض أيضا من الميزات التي ميزت هذه المناورات حقيقة هي أن المناورات جاءت بطابعين بطابع دفاعي وبطابع حجومي أحمد أكثر من مئة مقاتلة ومسيرة قامت بتنفيذ وبلعب دور القوات المعادية أو المهاجمة على الأراضي الإيرانية على المنشآت النووية الإيرانية لا سيما منشأتي فوردو ونتانز على المعسكرات على القواعد العسكرية الإيرانية المنتشرة في البلاد وأيضا على المدن والمراكز الصناعية والتجارية الكبرى وتصدت لهذه الطائرات هذه المضادات الجوية أحدث المضادات الجوية التي توصلت إليها البلاد هذا فيما يتعلق الأمر بالطابع الدفاعي فيما يتعلق الأمر بالطابع الهجومي للمناورات أيضا قامت القوات المسلحة الإيرانية بتنفيذ وبالتدريب على مهاجمة كل المنشآت النووية والحساسة في إسرائيل على رأس هذه المنشآت مفاعل الديمونة الإسرائيلي الشهير وتم التركيز على تنفيذ هذه العملية يمكن الإشارة أيضا إلى طبعا استخدام العديد من الصواريخ الحديثة المتطورة في هذه المناورات وأيضا لابد من الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي بطبيعة الحال من إجراء هذه المناورات بهذه القوة هو إيصار رسالة إلى كل من يعني الأمر وعلى رأسهم طبعا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن الجانب الإسرائيل يقوم بإطلاق العديد من التهديدات لإيران قبل فترة أجرى مناورات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية والمنشآت الحساسة في البلاد أيضا بين حين وآخر يقوم بإطلاق تهديدات حول مهاجمة باقي البراكز الحساسة في البلاد وبالتالي مثل هذه المناورات يمكن أن تكون رد عملي وحقيقي على أن قوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على أي عدوان في أي وقت انتشاء بل وربما أكثر من ذلك أحمد أن نستذكر قرار وزارة الدفاع تزويد روسيا بمنظومة 15 خرداد وهذا يعني أن طهران اليوم باتت ليست فقط قادرة على حماية أجواء وإنما أيضا على أجواء حلفائها من طهران مراسل المدين أحمد بحراني شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تحتفظ بحق الرد ضعي تحرك سلبي للوكلة الدولية للطاقة الذرية وأضاف عبداللهيان في كلمة ضمن مشاركته في مؤتمر نزع السلاح في جينيف أن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملات المشتركة ونتاج السياسة واشنطن وسوء تقديرها مشيران لأنه من دون شروط مسبقة وفي إطار المفاوضات التي جرت حتى الآن يمكن اتخاذ الخطوات النهائية للمحادثات أصدرت المحكمة الجنائية السعودية المتخصصة بملاحقة قضايا الإرهاب حكما على عشرة قضاة سابقين بتهمة الخيانة العظمى وهي تهمة أقوبتها الإعدام منظمة الديمقراطية من أجل العرب نقلت عن مصادر مطلعة قولها أن الحكومة السعودية رفضت الاستماع للمحامين وأبعدت المؤتهمين عن العالم الخارجي منذ احتجازهم العام الماضي فيما أكد مدير منطقة الخليج في المنظمة عبدالعلاود أن عددا من القضاة العشرة كانوا يصدرون أحكاما بناء على طلب ولي العهد محمد بن سلمان الظاهرة مستمرة وفيها بعد الفاصل تراجع كبير في منسوب نهراء دجلة والفرات جنوب العراق أهلا بكم من جديد إلى الظاهرة حضرت الحكومة الكندية تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك تاك على كل هواتفها وأجهزتها مرجعا ذلك إلى مخاوفة على صعيد حماية البيانات وفي بيانين أكدت الحكومة أن تطبيقه سيحذف اعتبارا من اليوم عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة إلى جانب منع مستخدم هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل المتحدث باسم تيك توك استغرب القرار هو أكد أنه اتخذ من دون ذكر أي مخاوفة أمنية محددة أو التشاور مع الشركة وفي السياق قام هل البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية واصدر مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية مذكرة توجهية لتعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة وذلك من خلال وقف استخدام تيك تاك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم وفق تأكيدها في المقابل أعلنت بكين أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية التي تقيم علاقات مع روسيا الإجراءات الأمريكية لا تستند إلى القانون الدولي وهي عقوبات أحادية غير قانونية وإساءة استخدام للسلطة القضائية الصين غير راضية عنها بشدة وتعارضها بحزم وقدمت احتجاجات شديدة إلى الجانب الأمريكي وسنتخذ إجراءات مضادة قوية ردا على العقوبات الأمريكية الخاطئة ضد الشركات الصينية أعلنت خدمة المارشلات الأمريكية وهي إحدى وكلات إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل تعرضها لخرق أمني كبير أدى إلى تعريض معلومات أمنية حساسة للخطار المتحدث باسم خدمة المارشلات الأمريكية أقر بالخرق قائلا لشبكة NBC إن النظام المتأثر يحتوي على معلومات حساسة لإنفاذ القانون بما في ذلك نتائج إجراءات قانونية ومعلومات إدارية بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن مهام حج المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا وذلك خلال لقاء جمعهما في موسكو الخارجية الروسية أشارت إلى أن الجانبين الشدد على تقديم الدعم إلى المتضررين من دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة إضافة إلى ضرورة رفع العقوبات الأحدية غير القانونية على سوريا كما أكد الجانب الروسي أهمية تنسيق جهود وكلات الأمم المتحدة مع دمشق واحترام السيادة السورية رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الانفتاح العربي الأخير على سوريا وزيارة الوفد البرلماني العربي إلى دمشق لإعلان التضامن مع سوريا بعد الزلزال المدمر وخطوة إيجابية في طريق التضامن الإسلامي كنعاني وفي تغريدة له قال إلى جانب كونه إجراء يعكس الرؤية الواقعية التي يمكن أن تساهم في حل مشاكل دول المنطقة في حال اقتارنت بنهج مستقل وطني لا يبالي بمطالب قوى الهيمنة الأجنوبية ومبني على حوار وآليات عمل إقليمية شدد مؤسس تياري طريق التغيير السلمي في سوريا فاتح جموس على ضرورة الحوار مع الرئيس السوري للوصول إلى أفق موقف جموس أتى خلال حديث لبرنامج بإجاز عبر شاشة المياد وبدون حوار حقيقي بسرطة أو بأخرى يحصل مع رئيس جمهورية تحديدا بما يمثله بمعنى الرمز ومعنى الفعل كل طبع السلطة أو من يلوب عنه حقا بتكليف منه ما في أفق جموس قال إن المعارضة السورية هي على درجة عالية من التفكك لا سيما المعارضة التي تتبع القوانين الأممية بسبب الاستقطاب على تدخلات خارجية القسم الكاسح فيها تماما كان يفكر باستمرار ثقافته اللي بتتعلق أيضا بالاستثمار السياسي عميق بالتشكيك بمواقف سلطات السورية ونبش كل القضايا التحريدية عوضا من إدارة هذه المسائل إلى جانب ورفع مستوى الزلزال إلى الصف الأول إلى حالي من التجرد الفوقي الإنساني والأخلاقي العميق استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وأجرى مباحثات حول قضايا التعاون الأمني بين البلدين باتروشيف أكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وأشهد بدور الجزائر في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة من جاته رأى رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة أن الزيارة دليل على رغبة البلدين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية وخاصة في مجال التعاون العسكري أكد رئيس وزراء مالي أن التعاون مع روسيا سهم في هزيمة الإرهابيين وأنه سيتواصل وأشهر في مقابلات مع وكالة سبوتنيك إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع جميع الشركاء كما شدد على أن من يريد التعاون مع بلاده عليه أن يقتدي بروسيا واحترام مبادئ باماكو وعلى رأسها سيادتها ودع أيضا فرنسا إلى عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي للكشف عن وثائق تدين باريس بدعم الجماعات الإرهابية في مالي أيضا تسلم رئيس المجلس العسكري الحاكم مشروع الدستور الجديد ويعد إقرار الدستور الجديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الديمقراطية وتجرى على أساس الانتخابات المقررة عام 2024 حتى يستعيد المدنيون السلطة من الجيش ولم توضح السلطات في باماكو متى سيطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام كما لم تكشف مضمونة وصفت رئاسة مجلس النواب الليبي إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي بأنها تحمل مغالطات فيما يتعلق بفشل مجلسي نواب الأعلى للدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية رئاسة المجلس وفي بيان لها رأت أن ما جاء في كلمة باتيلي يتنافى مع فقرات الإحاطة التي أقرت بصدور التعديل الدستوري الثالث عشر وأكدت أنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن أوقف القضاء التونسي وزير البيئة السابق رياض المخر على خلفية شبهات فساد إداري ومالي السلطات التونسية كانت أوقفت القيادية في حركة النهضة سيد الفرجاني بعد مباشرة التحقيق معه وأذنت نيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس لأعوان إدارة الشرطة العدلية بتوقيف الفرجاني والاحتفاظ به في قضية ذات شبهات مالية القيادي في حركة النهضة محمد القماني وصف من جهته ما يجري في البلاد والحديث عن مؤامرة على الدولة بأنه عار من الصحة ما يحصل تحت عنوان مؤامرة على أمن الدولة قضية عارية من الصحة ربما تم فيها تعويض الاستنطقات القديمة التي كانت يمضى عليها تحت التعذيب باستغلال قانون الإرهاب والاستناد إلى وشايات وإلى شهادات لشخصيات مجهولة من أجل فبركة شبكة وإدانة رموز المعارضة معروفين بمدنيتهم بسلميتهم بخطابهم الديمقراطي ما يحصل الآن تحت قانون الإرهاب هو نوع من خلط الأوراق وطبيض الإرهاب رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي أعلن إنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين وأشعار الرأي العام في الداخل والخارج بقضيتهم في جبهة الخلاص قررنا إنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين السياسيين هذه الشبكة ستقوم بعمل اتصالي وتواصلي حملة إعلامية لتحسيس الرأي العام في الداخل وفي الخارج حول حقيقة الأمور في تونس ووضعية المعتقلين في نفس الوقت بيش يقوموا بالسند القانوني في إطار هذه الشبكة وبمسندة ومؤازرة الأسر وكذلك بالاتصال بالمنظمات الدولية المعانية بحقوق الإنسان حتى تدعم نظال هذه الشبكة والنظال من أجل إطلاق سراح المعتقلين أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية البدى بدفع الإطلاقات لرفع منسوب مياه نهر دجلة فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات لتأمين وصول المياه لأربع محافظات وكان منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق قد تراجع في انعكاس للنقص الشديد في المياه ففي مدينة النصرية مركز محافظة ذيقار في جنوب العراق بات بالإمكان رؤية قاع نهر الفرات ظاهرا عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر ولان إلى موجز الاقتصاد في الظاهرة مع إليسار كرم مرحبا بك إليسار مرحبا أحمد شكرا لك أهلا بكم سجلت العملة اللبنانية انخفاضا قياسيا جديدا وكسرت حاجز 88 ألف ليرة في مقابل الدولار في السوق الموازية ووصل الدولار ارتفاعه في ظل شح العملة الصعبة في احتياطيات مصر في لبنان ما زدت طلب عليه في السوق وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قد أكد في حديث إلى الميادين أن سعر الصرف في السوق الموازية سياسي بامتياز وليس مبنيا على أي معيار اقتصادي كشفت شركة تسويق النفط العراقية سومو عن حجم خسائر الصادرات النفطية العراقية في ميناء جيهان التركي إثر الزلزال في تركيا فيما أكدت السعي لإيجاد منافذ جديدة لنقل وبيع النفط العراقي وقال المدير العام للشركة علاء الياسري إن شركة تسعى لتسويق الإنتاج وبيعه في ظل طلب الدائم على النفط العراقي في الأسواق العالمية وتعظيم الموارد قدر الإمكان ودعم الاقتصاد الوطني وأضاف إن العمل جار في إمكانية إيجاد منافذ جديدة تحقق الأهداف المرجوة منها نفذ أصحاب المخابز العصرية في تونس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة في العاصمة وطلب أصحاب المخابز الوزارة بالتراجع عن قرارها والسماح لهم بالتزود من مادة الدقيق بالسعر غير المدعوم بما يراعي خصوصية كل مخبز من القدرة على الإنتاج والكثافة السكانية اليوم نخدم في قطع مخابز عصرية معناش دعم معناش مليارات نحبهم الدولة في الظروف صعبة هذه في الظروف ترشيد الدعم هذية في الظروف محاربة الفساد هذية اليوم ارتقات وزارة التجارة باش تطبطنا قرارات كما عودتنا قرارات مسقطة ما فيماش تشاور مع أهل المهنة ما معنى هذا القرار هذا القرار يحط على الفساد ويحل بيبان جديدة متع فساد ومضاربة في القطع هذية ويضرب القطع هذية من داخل ويهدموا وما فيماش المصلح تشكون معناها كتاخذ قرارات اليوم تهديمية في قطع حيوي في البلاد نحن طالبين التراجع على هذا القرار تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار مخاطر نقص الامدادات في أسواق الغاز الطبيعي العالمية في العام الجاري مع عدم اليقين بشأن صادرات الغاز الروسي والطلب الصيني وأضافت الوكالة في تقرير سوق الغاز أنه ما زالت هناك حال من عدم اليقين بشأن سوق الغاز العالمية على الرغم من نجاح الدول الأوروبية في ملء مواقع التخزين العام الماضي وأشارت إلى أن سوق الغاز الطبيعي لتزال معرض لحدوث أزمة في الامدادات مع تأثير تراجع صادرات روسيا الذي يضيف مزيد من القلق فضلا عن أسعار طاقة المتقلبة كشفت إحصاءات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج الغاز الطبيعي خفض في كانون الثاني يناير بنسبة 10.7% على أساس سنوي إلى 62 مليار و700 مليون متر مكعب الجزء الأكبر من التراجع كان من نصيب شركة جاسبروم وذلك بعدما خفضت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا وتعهدت الدول الأوروبية بخفض الطلب بنسبة 15% عما كان عليه في السنوات الخمس السابقة تلقى رؤساء سلاسل متاجر التجزئة في بريطانيا دعوة إلى عقد اجتماع مع الحكومة لبحث سبل ضمان توفر الخضروات مثل الطماطم والخيار والفلفل بعد قرار خمسة متاجر كبيرة فرض قيود على الكميات التي يمكن أن يشتريها كل عميل وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن نقصة إمدادات الخضروات ظهر في مناطق أخرى في أوروبا لكن بريطانيا هي الأشد تضرورا منه وجددت هذه الأزمة الجدلة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ إن المنافسة السعرية بين المتاجر في بريطانيا جعلت بعض الموردين يهتمون بالأسواق التي يحققون فيها عائدات مالية أعلى بدأت الضغوط التضخمية في منطقة اليورو بالانحسار بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة إلى حين التأكد من عودة الأسعار إلى النمو في نطاق 2% ورفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة ثلاثة نقاط مئوية منذ تموز يوليو ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في أذار مارس على أمل أن يؤدي ارتفاع تكليفة التمويل إلى تراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق 8% مشاهدين الضهير انتهت وهذا تذكير بأبرز العناوين قوات الاحتلال تواصل محاصرة مدينة أريحة في الضفة الغربية وترفع حالة التأهب بسبب مخاوف من التصعيد القوات الروسية تحكم سيطرة النارية على مدينة بخموت الاستراتيجية وتتهم واشنطن بالتخطيط لاستخدام مواد كيميائية في أوكرانيا إيران تطلق المرحلة الأولى والأساسية لمناورات الدفاع الجوي لأداء مهام الرد السريع تحت اسم المدفعون عن سماء الولاية النائب العام السعودي يطالب بإعدام عشرة قضاة سابقين بتهمة الخيانة العظمى وكان في أخبار الاقتصاد العملة اللبنانية تسجل انخفاضا جديدا وتكسر حاجز 88 ألف ليرة في مقابل الدولار في السوق الموازية وأسعار المحروقات تسجل ارتفاعا قياسيا لمزيد من الأخبار والتقارير ممكنكم زيارة صفحات المادين على الانترنت المادين دوت نت باللغة الثلاثة العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء إلى اللقاء